عودة إليكم مشاهدين الأفاضل ونصل بكم إلى فقرة التغذية مع أسماء حسين الحديث عن فائدة زيت الزيتون والجزائر من البلدان الأكثر شهرة في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط في مجال زراعة زيت الزيتون حتى لا نقول أنها من البلدان الرائدة حيث تخصص له ألاف الهكتارات من أراضيها الفلاحية لزراعة أشجار الزيتون بمقدار 1.68 مليار هكتار إذن مشاهدين كل هذا وذلك نتحدث حوله اليوم مع أسماء حسين وحاضرة معي في الأستوديو أسماء أصبح الخير ومرحبا بك معنا لا يسلمك مخصي فريا أصبح الخير على المشاهد الكريم تانا إذن أسماء حديثنا اليوم حول زيت الزيتون وفوائد هذه الزيت الحاضرة بقوة في الموائد الجزائرية من شرقها إلى غربها داكة اليوم جينا نهضر على زيت زيتون لما يختش المائد الجزائرية والريجيم ميديترانيا يقول البحر الأبيض المتوسط سوى الدول إحنا يعني تونس المغرب والجزائر ولا الدول الأخرى إسبانيا إيطاليا وفرنسا دينا بيش نشوفوا الفوائد والأدرار تاعو تاني تاع استخدام الزيت زيتون داكة زيت زيتون مستخرج من سيدة جران داكة زيتون كمانا نشوفوا في الفوتو ما يفعلون بيشن مستضبعاً في المنشبعة يعني أعني الأنم مشبعة لسلطين أو منو مستضبعاً إذن من حالة سحة تعنا وفه تاني نسبة تاع دوهم المشبعة نسيبو غاني بلا فيتامين او بلا فيتامين او نسيبو فيح نسبة تاني تع الكالسيوم وصعرات الحرارية فيح عالية في ميات غرام تع الزيت زيتون عنا امبخي 884 صعرات الحرارية وصعرات الحرارية في ملعقة صغيرة وصعرات الحرارية في حالة 40 صعرات الحرارية لكن اذا ما قررناها بزيوتها الاخرى هل يعتبر صحي اكثر؟ يعتبر صحي لأنه خاصة لاصحاب الذين ربما يبشرون حيمية من اجل تمقص الوزن يعتبر صحي برقبات الوزن لأنه قد تمر بزيوت بليونساتوري يعني الزيوت غير مشبعه بلوزن نظام الوزن ويعتبر ما تمقص الوزن هنا نحكو داخل وهنا نسبة تحقيق من حمد اوليك حمد الأوليك اللي يعطي هذيك لتكستور هذيك لغو تاو لتكستور تاو كينا هدرو على الكوتي ديتاتيك ونوتريسيونال الويل دوليف ما كاش كيما هو كمباري لذاتر زويل أبخي كندخلو في توسكي كويس اكترا هنا يتغير على الزويل الأخرى إذا تحدثت عن طهية زيت الزيتون إذا حنا من عادتنا أننا في بداية الطبخ والتحضير الأكل نضيف دائما زيت الزيتون في البداية نقول مقلية والخضراء بزيت الزيتون هل هذا صحي؟ الزيت الزيتون في الأكل هو دو بخيفرانسي يكون يعني أسوسي على أناليمو لا نأخذوه لأنه مدادات أكسادة كي ناكلوه مع غيدة أخر أو طعام أخر إلي ميو أبصر به يعني الجسم دعنا يبصر به بكو ميو كلو كان يكون وحدو هكدك بس حكين ولو في القليان الويل دوليف الزيت الزيتون حساس حساس بزاف لدرجة الحرارة في مية وثمانين درجة راح يتأكسد وليشان تعوه راح تتحل اللي كنا نقوله مقابل بولي انساتوري راح تتحل وهنا يفقد الدوق تعوه رائحة تعوه الدوق تعوه والنوعية تعوه ينقص وقالي بخبيتاته يعني الفائدة تعوه كاملها حتروح عند التسخين نقدر نستعمله نعم في الطهي ما نعرضوش كامل لزيت الزيتون للحرارة؟ نعرضو درجات معتدالة معتدالة ولا خفيفة يعني فدو ما نخليهش يغلي يعني يغلي هذك الغاليان يسخن ويتحرق بسكه هنا يبقى على بخبيتاته سقطو أنه غاني بالمضادات الأكسادة قتلك في مية وثمانين درجة درجة رايح يتأكسد ويتحلو لذلك يبقى البيانفات إذن غاني بالمضادات الأكسادة كيفاش نقدرو يعني نشربو زيت الزيتون ولا نتناولو زيت الزيتون بطريقة يعني تخلينا تخلي الجهاز المناعي تعنايق وخاصة في فصل الشتاء نظرا لإحتوائه لمضادات الأكسادة نحن كان بزاف ناس يتأخذوا صبح على ريق أجان ولكن السواق يرقد يأخذوا مغرفة زيت الزيتون هو على ريق ملاح دو بخيفيرانس نزيدولو عسرات تعقارس لأنه راح ينشط المناعات تعناه وخاصة الجهاز الهدمي وينقي الكابد يعني الديتوكس تعالو فوى نزيدولو رشات تعقارس نقدر ناخدو وحدو ما كي ما قلت لك مقبل في ريال دو بخيفيرانس مع الأطعيمات باش هذيك مدادات الأكسادة كامل الجسم داعي يقدر يبصع بيها بكي ناخدو هكذا وحدو وينيباق بصع بيها 100% الإديال سيكناسو سيح مع معكاش حاجة ماكلا ولا فوق صالات ولا خدر هكذا على فابر ولا الغوثات اللي نقدر نبدوها سوكتو في فشتا سي لفيك كرموس تعناه ناشف ناشف سينو مجفف حتى نطافه في الأسواق وفي الأسواق نقوم موضوع زيتون من زوجاج نغلقه على العمل ونأخذه كل يوم الصباح نوصل ما التين فيه غني ب الكالسيوم والحاديد التين يضع على حلو كان يقسمه على زوج نقسمه على زوج كان الناس اللي ما تحبش تخليه هكذا تقدر تفورو غير شوية ويجب أن يستخدم القشرة والفقانية لا يسخنون بكثير لكي يحفظ على قيمته الغذائية نضيفه الغذائية ونضيفه ونضيفه كل يوم الصباح ونضيفه الكالسيوم ونضيفه الشاشة العدم ونضيفه من ألم المفاصل يمكنك أن تأخذ هذه الأسئلة هذه الوصفة للعلاج وأيضا للوقاية من الأمراض الشتوية نحن نعلم أن زيت زيتون مستخلص من الزيتون هل طريقة إنتاج زيتون تؤثر أيضا على قيمته الغذائية؟ نعم نحن نقول زيت زيتون البكر هو المير في المرشي وين سعرته والجودة والنوعية تكون عالية لأن استخراج زيت زيتون الإكستخفية جول البكر يكون بطريقة وين درجة الحرارة أقل من 38 دقري ومنزيدولو حتى مواد كيميائية ومنزيدولو الغافينة هناك مواد كيميائية ومستخرجوهم بطريقة تقليدية ودرجة الحرارات تكون مؤتدية ومنزيدولو الغذائية ومنزيدولو الغذائية يؤثر على زيت زيتون ومنزيدولو الغذائية لتحفظ على زيت زيتون نحن نريد أن يكون هناك قرعة زجاج يعني ماشي بلاستيك لأن زيت زيتون قتلك حساس يبقى بصعبها ذاك البلاستيك اللي كان فيه ني البلاستيك ني التوسكيه كيف نقوله يعني حديد حديد هناك يعني تفاعلات تفاعلات بين زيت زيتون الحديد و البلاستيك يعني تكسحة في قرورات زجاج وتكون يعني صنبغ وتكون اللومتحة غامق باش ما تدخلهاش أشعة الشمس ونسي أشاك فوا القرورة اللي نستعملوها تكون شوية صغيرة بعض هذه القرورة الكبيرة اللي نخبو فيها باش ما يدخلش الهواء لأن الهواء عنده تفاعلات مع زيت زيتون وحي يقلل من الجودة تاعه إذن احنا نعرف العائلات الجزائرية كي يدخل موسم جنزي زيتون واستخلاص الزيت نشوفوا أنها تشري كميات كبيرة من الزيت وتخزنه في البيت إذن ينصح بتخزين يعني نفرغوا القرعة الكبيرة في القرعة الصغيرة ونخبوها نحل هذه القرورة الكبيرة ونفرغ منها لأن الهواء عنده يؤثر على زيت زيتون يتأكسد قلت لك اللي عنده الأشعات الشمس الحرارة نخبه في درجة حرارة معتدلة لا يوجد الكثير من السخانة يعني السخانة تؤثر عليها تاني اللي هو دوليفي هو موسم جدا دعيسة نعم هاشا كما قلو حبيب إذن أيضا نحاول نتفادى ونندخل ربما بعض الأدوات لداخل القرورة ملعقة ملعقة قلت لك توسكية حديد أسية ولا نحاس دبخي فرنس نستعمل قرورة على زجاج ولا استعملت ملعقة ولا ماشيت على الخشب ولا ماشيت على الحديد لأنه كان تفاعلات بين الحديد وزيت زيته ما تحدث أيضا اسماء عن مدة صلاحية زيت الزيتون شحن قدو نخلوه في الدار بلا ما يفسد مدة صلاحية زيت الزيتون كمباري لشفنا ها كاكو سومان العسل قلنا ممكي يقعد في الوقت يعني في ال بلس يهيي بلس كمباري له زيت زيتون نعم عنا واحد المعتقد أنه زيت زيتون بلس يقدام بلس مليح للصحة تجد لا يفترضك العام. لا يفترضك العام. سوف تقوم بإمكانك أنه جيد جيد جدا. يقولون لك أنه في كيس السود يجب أن يكون درجة الحرارة معتدلة. يجب أن يستخدمها على مدار سنوات. هذه الفكرة خاطئة. يجب أن يفترضك العام عندما نشاركها. أكثر يمكن أن يجب أن تفترضك في أكثر. ستجين هواهم يدخلوا. أشعة الشمس أو في القليان أو التي أرغبهم بديل على الضبطة نستخدمها ثم يتأكسد وتأتيم وتقيم أن يفترضك وليس في أن يكون مدارة. لنجري كمية كبيرة لن نحصل فيها ونحصل فيها ونحصل فيها لأصحاب الحمية فقط أسماء باش نعود نولو لهذا النقطة هل يكون الاستهلاك منتظم أو معتدل لهذه المادة لأنه رغم أنها مفيدة لكن تبقى من دهنيات من الدهنيات قلنا شفنا فيها بلي فيها الدهون الغير مشبعة اللي هي مليحة لصحتنا كمباري الدهون المشبعة اللي نسيبوها في زيوت الأخرى كيما الترنسوليكس لكن الاستعمال حنا نقوله استعمال يومي تالت ملعق يوميا تالت ملعق يوميا تالت ملعق يوميا أبخي كل ملعقة كبيرة فيها 15 غرام تاع الباز 15 غرام تالت ملعق يوميا تالت ملعق كبيرة في النهار ودولا راح تخليني نزيد شيئا في الوزن هو يعاون على انخفاض الكوليستيرول ولكن كل شيء في الإفراط ولا فرط فيه راح يعاود إذا زاد الشيء وعن حده انقلبه إلى ضده إذا ايضا هناك من يقول أنه الزيت الزيتون هو رغم فوائد التاعوء غير أنه في الكثيم الأحيان يزيدنا من بعض المشاكل في الجهاز الهضمي ومن بينها الإسهال إذا كان سهل للهضم الويل دوليف هو سهل للهضم هناك الكثير من الناس تستعملون في الحمياء أو تكون السوف من الإمساك ولكن في الوزن الإفراط فيه راح يخليني يدلي مشاكل من هذا الإسهال لذلك كل شيء في البالانس في التوازن ولكن عندما يقوم بسيطة الوزن يقوم بسيطة الهضمي راح يدلي دوتر بروبلم من هذا الإسهال يفيد دياري كرونيك أيضا نتحدث عن استخدامات زيت الزيتون بالنسبة للردع نحن لابدنا من تقاليد تعنا يكون رضيع جديد أو مولود جديد في العائلة مباشرة يقول لك قطيله غير رأس هذه المغرفة مغافا قطيله رأس المغرفة ما يصره لواله ولا غير ينفعه ويقويله الجهاز المناعي وتشوفه يخدوده ويحماره يعني ينصح بتقديم زيت الزيتون للأطفال نتحدث عن العسل اللي قولنا ما نشوفهش قبل ما ندوش عند الأطفال قبل عام الزيت الزيتون قدرو نمدوه بسح كمية صغيرة صدر بوش هادك الرادات عنا تبريكو عندو البيلدوليف عندو دي بروبخياتي تريد امبورتنة حي يعاونو بشي قوي الجهاز المناعي التاعوه اكسترا ومي فوبالي فغليكسي بوتيت كنتيتي باش يتعود ده حتى زيت الزيتون يحتوي على الكثير من البكتيريات كيف يؤثر ذلك ربما على الرودة؟ نالا بنبلي الجهاز المناعي تاعوه ضعيف ايضا الانزيمات في البطن تاعوه ربما متكونتش مازال الجهاز الهادمي تاعوه ما كبرش اعلاو باين غراند قانتيته ايبا لو نوفوني لزيد البارح اللي نعطوهه زيت زيتون يعني جو كمانسا نبدو ندخلوه في زيت زيتون في الغداء تاع الطفل تاعي كينو يبدو في تنوع في الديفرسيفكاسي تاعو تاع الاليمانتاسي ابتداء من اربعة اشهور اسمان ايضا نتحدث عن استخدامات زيت الزيتون فيما يخص التجميل والفائدة بالنسبة للبشرة اسمان زيت زيتون في نسبة كبيرة من مدادة الاكسادة ومنها الافيتامين او ينسبوها في قائع البروديواتي كسوال الكرام او لا يستخدامات زيت زيتون ونقابل اشياءات الشمس يكحلني بلس كي يعطيني فائدة يعالج لكن لازم نعرف كيف نستعملوه يستعملوه كذلك في تساقط الشعر النساء اللي محارب تساقط الشعر يريدون انساء اللي يحبوش يكونوا عندهم تجاعد ونسبة كبيرة من الزيتامين او يستعملو زيت زيتون لسوار على البطاحم قمت بها دي مساج سيركلر ويستعملوه بها دي مساج سيركلر ويستعملوه بإشراقة النتاني اللي عندها الجفاف تالبشرة سواء هنا دوك في الفشتاة هنا في المرفقين انا الجفاف يستعملو زيت زيتون بدل على كريمة او حد اخرى المصنعة لانو ريش ان فيتامين او يمكن ربما استبدال بعض مساحيق تجميل وكريمات المرتبة على غرار زيت الفاصلين زيت الفاصلين اللي هو كيميائي مادة كيميائية بانتياز مقدرون استبدالوها بزيت زيتون بزيت زيتون توسكي اريتاشنوه سي الناس اللي عندها البسوريازيس يعني كالناس اللي تتعاني بزيف مبسوريازيس راهو رايح يوا كالمي هاداك البسوريازيس اشتهوي جاوك ده روج رو كامل لانك يوا كالمي ابيزي الحروق اللي عندها ده السيكاتريس ميقول لك يفو با كينا بليكي واح من قبلوش اشياءة شمس خاتش راهو رايح يعطيني هاداك البقاع ده كيناو الاسميرا حتا فيما يخص الشعر اسماء نقولوا انه صاحبة الشعر اسود تقدر تستخدم زيت زيتون اه عكس صاحبة الفتيات اللي عندهم شعرهم فاتح يقول لك يكحلهم شعرهم يكحل و تاني انا بدا يعد ذلك اسماء هذا اللي يعود الى صدر الزيتون اللي مستخرج منو ديجا نشوفو بلا كولار الديفق انا ديجا عدنا فاتيكما تروى كولار انا ديجا عدنا شعرنا اسود كما مديرو زيت زيتون ستكونوا يلي ايلي كومبوزي ده بلادسي ده غاولييك وكامل اللي حين يأثروا سي فغير ارتبونا ممممتون يحن يخلو يأثروا على لون الشعر دونك اللي عندها شعرها فاتح تستعملو احي يقولي لها غامق تقدروا استعملوه تاني عند جفاف القدام يمكنك استعمال زيت زيتون لجفاف القدمين بالحديث والعودة إلى المواليد الجدد، نحن تعود الجدات التعناف قبل أن يرقض هذا الولد الصغري، يدعوه بزيت زيتون لماذا يدعوه بزيت زيتون؟ لأن البابكي يخرج وقعد القشرة من فوق كما كان في البطن كامل يخرج، ولكن يكون في الليكيد أمينيوتيك لذلك يجب أن يدعوه بزيت زيتون، والعبو تبدأ من ناحية القشرة لذلك يجب أن يدعوه بزيت زيت زيتون لأن يدعوه بزيت زيت زيتون أن يدعوه بزيت زيت زيتون على النهار يجب أن يدعوه بالفعل أفعل فلا يزيت زيت زيتون يجب أن يدعوه بزيت زيتزه من زيتون يكون مختلف ومختلف الألوان حبدا فقط لو غرفة تحكم تعاوتوني للصورة اللي فيها ألوان مختلفة رأنا نشوفها هنا هل القيمة الغذائية تختلف من زيتون لآخر؟ القيمة الغذائية لا تبدل من زيتون إلى آخر بخطان تخلقه والرائحة اللي تبدل رأنا نشوفه هنا زيتون أصفار كان في أخضر كان رايح الماض وكان أسود هنا الدوق والرائحة اللي تبدل ضيوغ غرف الجزائر نصبه عدة أنواع بين الشرق والغرب كان عدة أنواع تحت زيتون القيمة الغذائية ما تبدلش لكن الدوق اللي راهو رايح يتبدل والنوعية بيانسور كان وين يكون زيتون شوية جاف كان يكون مشبع بالماء كان ساديبون ولكن الآن القيمة الغذائية ما تبدلش كنت خار هو فيه سعرات حرارية بزاف كبيرة قلت لك لأننا نريد 3 كويار أسوب بار جور لا بلس ودلال يحيخ لين نزيد نرفوت فيها تخيص دي بوا طيب إذن كحوصلة فقط أسماء هل تنصحين المشاهد الجزائري من شراء زيت الزيتون يعني المستخلص بطريقة تقليدية أو ذلك المتوفر في الأسواق؟ أنا ننصح المشاهد الكريم بشيشري زيت زيتون المستخلص بطريقة تقليدية يعني البكرة مالغرى كوالبكرة أو إكون كبير شعال شوية لكن لا يوجد ميزة كالتين كذلك يقولون شوية غالي بسح لا يوجد ميزة كالتين ما دخلت عليهم مواد كيميائيا ما استعملوش تسخين يعني إذا كان يشترك في حين لشعر حرارة يوجد مواد كيميائيا مواد كيميائيا مواد كيميائيا مواد كيميائيا أيضا نصائح للمقبلين على شراء زيت زيتون بشي فرقوا ما هو يعني أصلي وما هو تقليد لأنه نشوفوا بالليك الزيت مضغولة في الكثير من الأحيان في السوق الجزائري كيف نعرفوا ملي هذيك الزيت مليحة وهذيك مليحة يحولوا هذيك الزيت جديدة ولا قديمة خاصة كي يكون عندهم مخزون تعالى عمليفة يعرضوها للبيع في السوق في السوق كي نعرفوا تعالى عمليفة ندوقوه ونشموه ولجتنا رائحة شوية فقط عند هذيك الزيت زيتون راهه قديم ولا دخلو فيه صديق سيناس وسيصوم مع زيت واحد اخرى هنا نعرفوا بلي هذيك الزيت مراهوش تعهد العام خاشتاع العام هذيك متكونش فيه رائحة قاوية الإنسان اللي مال في يأكل زيت زيتون ليشري أو يعرف يفعلها ديفرانس بين لازودر باش نعرفوا إليه صدق بور و فيارش نقدرو ناخدو كمية صغيرة في إناء تاع زوجاج ونحطوه في التلاجة ولا تجمد وتسلبوا الكتلة معند هذيك الزيتون هذيه إليه بور و فيارش نفس الملاحظة بالنسبة للعاصل ما ديتي هنا الأسبوع الفارد يعني ما دونه لو حتى الزيت زيتون كيف كيف ولا تجمد سبحان الله المعتقدات تقول العكس لا لا تقول كيدة جمدت معندها فيها الماء وفيها خلطولها نعم زيت زيتون ولا تجمدت معندها سيلا ميرد ونقاليتي ولا قعدة سائلة هنا نعم 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 بداية جميع نعم نعم شكرا